ايه السبب اللي بيخل الأولاد يتشجروا كثير من الأباء والأمهات يمكن شكوى مشتركة ما بين أغلب الشكاوى للأباء والأمهات يعني تيجي في النص كده مع كل الشكاوى العناد والعصبية والكذب والسرقة والخوف والتباور للإرادة وفرط الحركة ومشاكل المذاكرة ومشاكل المراهقين المهم إنه تقريبا ما فيش جلسة تخلو إلا والأب والأم يقوله للدكتور اللي أولاد بيتخنق مع بعض مشكلة يعني تزيد في الأجازة على أساس اللي يقولك المدارس كانت مريحانة والأولاد في المدرسة وتزيد بقى في الأجازة طيب إيه السبب اللي بيخل الأولاد يتشجروا لإنه إذا عرف السبب بطول العجب فمهم جدا إن حضرتك كأب حضرتك كأم تستبصروا وتبقوا على وعي بالأسباب وده في منتهى الأمية لإنه ممكن حضرتكم تكونوا جزء من المشكلة أيوة علشان كده أنا عايز حضرتكم بعد كده تكونوا جزء من الحل طيب إيه أسباب الشجار بين الأبناء أول حاجة الصراعات الزوجية الخلافات بين الوالدين الإبن بينشأ ويلاقي نفسه في بيئة كلها صراع الأب بيزعق للأم والأم بتعلي صوتها للأب الأب بيضرب الأم والأم ممكن ترد على الأب وهكذا البيئة دي نفسها يعني الولد بينشأ في عالم من الصراع تخيل إنه بينشأ في بيئة حرب وبالتالي طبعا بيبقى في حالة من التوتر والقلق الشديد جدا جواه وبالتالي الولد بيبقى عصبي جدا وبقى متوتر جدا كل الأولاد بقى مش ولد واحد كل الأولاد فبينقلوا التوتر الداخلي ده بيخرجوا جلائة عصبية العصب بتخرج جلائة شجار وفي نفس الوقت بيقلدوا الخناء بين الأب والأم مع الأولاد بيقلدوا وخلاص هو للأطفال مرأة المجتمع يعني الطفل هو المراية اللي بنعجز فيها البيت والأسرة فبالتالي هو لقى إن ده طبيعة حل النزاع أو حل الصراع الشجار الصوت العالي الضرب الخناء وبالتالي هي دي الطريقة اللي اكتسبها واللي تعلمها في حل الصراع أو حل الشجار بينه وبين أخوه بالإيد يحل الشجار بالصوت العالي يحل الشجار بيقل خربشة وتقطيع الشعر وكذا وكذا يبقى الفكرة كلها إنه تأليد ما يروه أمامهم عشان كده دائما أقولك قل لما أنت أخل لك من ابنك أو كل ما هي طبيعة العلاقة الزوجية أتوقع ما سيكون ابنك يبقى أول الأسباب الصراعات الزوجية طبعا الصراعات الزوجية مش بس إن الولاد بيقلدوا أو إن هم مثلا يعني إيه تعلموا الطريقة دي لإدارة الصراع لكن كمان أحيانا الأولاد يتخنقوا مع بعض كعقاب للوالدين على خنقهم يعني الولد والبنت متضايقين مش عارفين يعاقبوا الأب والأم إزاي يعاقبون بإنهم تخنقوا مع بعض مش أنتهم بتتضايقوا لما الأولاد بيتخنقوا هم بقى بيتخنقوا مع بعض كعقاب لحضراتكم يعني أو أحيانا فيه الولد بيضرب البنت وهو يقصد إنه ينتقم من الأم والبنت رمز الأم أو البنت بتضرب الولد وهنا بيبقى برضو إيه الولد رمز الأب فبيبقى وكأن كل واحد بيخلص فيه الأب أو الأم بس بيبقى يخلصوا إيه فيه بعض يعني أحيانا بعض الأولاد بشكل لا شعوري أو بشكل شعوري يتخنقوا مع بعض علشان يصرفوا الأب والأم عن صراعهم ويركزوا في صراع الأولاد تخيل يعني ممكن أولاد يتخنقوا مع بعض علشان عارف أنت الزمان لما كان مجموعة حرامية وبعدين اتنين يفتعلوا خنائة علشان كل الأنظار توجه لنا والاتنين يروح يسرقوا نفس الفكرة بالضبط الأولاد بيتخنقوا مع بعض علشان يصرفوا نظر الأب والأم عن خنائتهم هم ويروحوا إيه يحلوا المشكلة اللي بين الأولاد وده طريقة في حل الصراع بين الوالدين يعني اشتركوا في القناة